السلام عليكم هلي فيكم فيديو جديد اليوم رح نتكلم معاكم عن هذا البرنامج ما انه وعدكم ان كل فترة نزل برنامج مفيد فرح نتكلم اليوم معاكم عن برنامج فلو والبيبر برد من ما نشوفه ميزة البرنامج هذا انه يعطيك خلفيات متحركة مثل ما نشوف الخلفية هذه تقدر او ما تفتح الجهاز او تسكر الجهاز رح تشوف الحركة او تطلع من برامج غسطي رح تشوف حركة انيميشن تطلع فيها طبعا هذه الحركة مش موجودة يعني من نفس البرنامج او البرنامج يسوي لك صورة تتحرك لا لانيميشن موجود في الايفون في الايفونات الجديدة من السوفتويرات الجديدة من الايفون 6 اس تقريبا على حسب السوفتوير يعني حقك تقريبا الايو اس 12 بدأ فيها الايو اس 11 فالبرنامج يوفر لك هذا الحركة البرنامج فيه نسختين فيه نسخة مدفوعة فيه نسخة مجانية رح نتكلم عن كلكم الميزات او الشروق بين النسختين طبعا لو ما نشوف البرنامج اصلا نازلها تحديث قبر سنة برنامج موجود من زمان فبوريكم الحركة حين مثل ما نشوف هذي الميشن موجود عندي انا حطي الخلفية لو بنشوف نسكر الجهاز نفتح الجهاز خلين كنسر ذي لو نسكر الجهاز نفتحه شوفت الحركة الميشن تطلع تحس ان الخلفية تتحرك فتقدر تحطها هنا تحطها في الخلف كيف كانت لو نفتح البرنامج نعلمكم على البرنامج والبرنامج مفتحة في الخيارات طبعا نسخة الموجودة عندي حين مجانية في نسخة مدفوعة ما راح يكون عندك علانات و يفتح لك ميزات اكثر اول ميزة انك تقدر تغير على الكلام تضغط هنا لكنني اقول لك لازم تشتريها الميزة الثانية انه ما فيها اعلانات و خلفيات اكثر فعندنا ثلاث خيارات تحت الخيار هنا انك ترسل لحق اشخاص مثلا لايف والبيبرز هنا هنا تقول حق اصدقائك يعطي كل انك ترسل لحق اصدقائك البرنامج كلها البرنامج هنا ما لا نشغل فيها لا نشغل في الخيارين ديلي الخيار هنا برضو انك تقدر تكتب مثل ما قلت لك لكن لازم نسخ المدفوعة نسخ المدفوعة تقريبا 99 دولار 99 دولار ما تبيها عادي اضغط هنا في بعض الخلفيات مثل ما قلتك راح تكون مدفوعة فنكمل و تجيك على ناطحان مثلا مثلا الخلفية ليس مدفوعة تقدر تحملها من هنا تكمل الخلفية هذي مدفوعة فتشوف الخلفية من هذا الخلفية المدفوعة اللي حابب تقدر تحملها فاذا كنت بخلفيات بعضهم المدفوع تقدر تشتري البرنامج راح حط لربطين حق البرنامج في الوصف البرنامج المجاني و الثاني المدفوع مثل ما شو هذه الخلفية مجانين تقدر تحملها نضغط هنا التحميل هذي مدفوعة نكمل هذي مجانية تضغط عليها و تشوف المجانين كيف يجيك برضو مثل هذي برضو تقدر تحملها يجيك أعلان مثل ما قلت لك بما ان تقريبا بعد سبعة و ثمان تنقلات تجيك أعلان هذي مجانية تقدر تحملها فتكمل كذا و تشوف البرامج أو تشوف الخلفيات غصدي وتحمل اللي تابع طبعا بعد ما تحملها نروح في الخلفيات راح تشوفوه من عندك راح حط لكم ديها قبل ما شو محملها نضغط هنا تحطها في الورط الحائط مثل ما نشوف نضغط هنا نضغط هنا سيت بوث انك بحطها في السكرين و بحطها في الخلفية هنا نضغط نفتح تشوفون الحركة اول ما تفتحها بركز رواجهك راح تشوف الخلفية برضو لو تنقل بين البرامج راح تشوف كيف تطلع الخلفية من الخلف ما راح تبين عادل حين هنا لكن هذا ميزة البرنامج خلفيات متحركة يعتبر رابط البرنامج نضغط هنا نسختين نسخة المجانية و نسخة المدفوعة فقط هذا البرنامج ففي نهاية الفيديو لا تنسون اشتراك بالغناة ونشر المقطع وعمل لك المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني ولا تنسون من فضل دعاكم والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر